بهدف تمكين ذوي الهمم العالية من إثراء معارفهم التاريخية والإطلاع على بطولات والتضحية شودي ثورة التحريرية المجيدة نظمت وزارة المجاهدين حفل تسليم سلسلة أمجاد الجزائر ودليل المتحف الوطني للمجاهد بكتابة البرايل لفائدة المكفوفين بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر بناتي وأبناء أصحاب الهمم أصحاب البصيرة الثاقبة من خلال سلسلة أمجاد الجزائر بحول الله ستتمكنون من إثراء معارفكم التاريخية وتعزيزها حول رموز وطننا المفدة الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة ومن جهة أخرى ستكتشفون من خلال دليل المتحف الوطني للمجاهد جوانب عما يحتويه من معروضات مرتبطة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير المباركة نرحب بكل المبادرات التي تساهم في دعم الإنخراط في الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة مع مراعاة الأصول والمبادئ التاريخية بكل تطلع علمي وثقافي أصحاب التحديات البصرية بدورهم استحسنوا هذه المبادرة التي ستمكنهم من تحصيل المعلومات الخاصة برموز تاريخية واكتشاف جوانب عما يحتويه المتحف الوطني للمجاهد بالنسبة للشعوري فأفتخر وهذا كان وفرنا لبراي الذي ساعدنا على اكتساب ثقافة عامة حول التاريخ الجزائري وهذا مشرف فبتواجد هذا الدليل الدليل هو دليل مكتوب بطريقة البراي ما هو مكتوب على مستوى كل مجسم مكتوب بطريقة البراي ومجسد بثلاثية الأبعاد عن طريق رسم مجسم فالمكفوف عندما يلمس مثلا المشنقة رح يتصور المشنقة كيفاش مخدمة تدسيد مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تمكين هذه الشريحة من المجتمع من الإسهام والانخراط في دعم المصاري التنموي للبلاد تبقى ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية التي ترى في أصحاب الهمم العالية قوة فاعلة لبناء الجزائر الجديدة